اشتركوا في القناة تقدر تفيدكم لأن المهم والأساس عنها هو أنتوا تستفيدوا أوقات نحن كمان منستفيد لما منطرح الأسئلة اللي أنتوا بتفكروا فيها ببيوتكم منكون عم ناخد إيجابة وأنا دايماً بقول لهم بحس حالي عم بعمل ساشن مجانية مع كل ضيوفنا زياد حمدان أهلا وسهلا فيك أهلاً إليه كيفك؟ مايش الحال؟ كيف التجربة؟ معوض على الستات والصبايا الحلوين اليوم كل شي مغير حتى بالقاعدة مغير حتى بالقاعدة مغير حضرتك أول مرة مثل ما عم تقول من عمل سوا بس أكيد التغيير حلو 100% التغيير حلو بخلينا نكتشف يمكن أمور بحالنا صحيح وطرق جديدة سواء على طول حلو التغيير إن شاء الله بعد هيدا الانتربيو لا تغير البرنامج ولا تغير المحط لا إن شاء الله لا أكيد لا أكيد طيب زياد كنا عم نحكي ودايماً منسمع من ضيوفنا ومنسمع من الأشخاص اللي بيكونوا قراب مننا ما بيكون عندهم هيدا الأختصاص بس بيصيروا يحكوك عن العقل الباطني قديش أنت بتقدر تغزي عقلك الباطني بالأفكار الإيجابية حتى تطغى على الأفكار السلبية اللي دغري بتستحضرها بكل مرة بتتعرض فيها لموقف معين بتستنت على التجارب السابقة بترجع كأنك عم بتعيد حالك إنما مع غير أشخاص بغير مكان بغير سيتيواشن اليوم من الهيين نقول إنه غزوا عقلك الباطني بالأشياء الإيجابية حتى نقدر نحن نستمتع بحياتنا وما نشوف الدنيا سوداء يدي سؤالك كتير مهم لأنه بتصور هيدا اللي كلنا بنحاول نعمله بحياتنا يعني ما حدا اليوم بحياته مبسوط إن يكون عنده أفكار سلبية بس الستوائشن هي إنه مش هين الواحد يقدر يغزي حاله بهذه الأفكار الإيجابية لأنه اليوم بكل فكرة سلبية بدأ بين ثلاثة وخمس أفكار إيجابية لتقدر تغطيها ونحن نطلع على حالنا قدي صرنا من زمان وجر عم نتلقف أفكار سلبية وعم نتبنيها أوقات صح نتلقفهم وبيصيروا مع الوقت نتعود عليهم كتير بيصيروا هني أفكارنا ومننسى أنه هيدول الأفكار يمكن منهم أفكارنا ويمكن هيدول الأفكار فدونا بمحلات معينة بحياتنا بس اليوم ممكن ما بيفيدونا بس نحن بعدنا عم نتلقفهم وبعدنا عم نشتغل على أساسهم دونك الشغل كتير صعب منه هين بس أكيد فيه طرق فيه طرق للواحد يقدر يعمل هيدا الشي كيف فينا نبلش من حالنا نحن واحدنا يعني منجرب بس يمكن ما عنا هيدا النفس الطويل ما عنا هيدا السند اللي دايما بودوا يعطينا بوش حتى نعرف كيف فينا ننهي حالنا يعني بأبسط الأمور اللي منعملها بالبات يا خي أكلنا شباب والله صبايا أوقات أنتو عم تعمل الشغل بتعملها بغضب بتعملها بسترس أنه مثل كأنها مفروضة عليك بالوقت اللي إذا قدرنا برمجنا هلأ أنا جربتها كذا مرة زبطت معي بس لفترة آنية بعدين تطلع من حالك خلص شيلول العلم والثقافي والمعرفة والكتب والإنترنت أنه ترجع طبيعتك بتسيطر عليك لكن أكيد هذا مثل ما عم تقول يعني شغلة بدأ شغل دائم مش أنه عملناها مرة وخلص رحنا أمنا البرنامج السلبي وحطينا برنامج إيجابي لأنه كمان بطبيعة الإنسان نحن مبرمجين على الأمور السلبية ليه؟ لأنه تطلع على كيف من وين جاي الإنسان الإنسان البدايي مثلا الإنسان البدايي جاي من محل خوف من محل أنه لنعيش بدنا نفتش على الدينجر عن المخاطر اللي حولينا هذا الشيء بطبيعتنا نحن القريزي القريزي طبيعتنا هذا الشغل اللي بدنا نعمله شغل دائم ومثل ما عم تقول في مومنت لحيكونوا فيها الإيجابية عم تكون طاغية وفي مومنت مال حتكون الإيجابية طاغية وهيون بدنا نكون متقبلين هذا الوضع بدنا نحب حالنا بدنا نكون لازيزين مع حالنا ما بدنا نجي نقول يا زياد أو يا إلي أنت صلي النصة عم جربة بكون إيجابي وبعدني سلبي ليه أنا سلبي؟ لا بدنا نهدى شوي وبدنا نتقبل حالنا وبدنا نقدر يعني نمشي مع حالنا بكل الظروف ونتقبل حالنا بكل الظروف الإيجابية والسلبية لحعطيك إجزامبل كتير هيا لنقدر نحنا مع المشاهدين نعطيهم فكرة أنا أصلا بحب الإجزامبلات اللي بتعطي أنا بتابعك يعني باعرك من وراء الشاشة أوكي نحنا بدك تعتبر أنه جواتنا في مثل ما بقولوا في ذئب أبيض وذئب أسود الأسود هو الأفكار السلبية والأبيض هو الأفكار الإيجابية طيب أنا إذا جواتي فيه هيدول الاثنين أنا شو فيني أعمل اليوم إذا أنا اليوم الذئب الأسود يعني أنا أنا اليوم كيف بدأ تكون حياتي بلوتو بيضة أو سودة كيف؟ تعرف كيف؟ يعني إذا عم تحكي أبيض أسود يعني كلنا في عنا جانب خير وجانب شر نحنا بنشتغل على أنه نخلي الخير يطقى على الشر بس الشر ما فينا نموته كليا يعني نحنا ملنا كاملين هذا اللي كنت عم بقوله ما فيه غير ربنا سبحانه هو الكامل صح يعني هذا هو الموضوع يعني اليوم أنا إذا عندي بعرف جواتي في ذئب أبيض وذئب أسود ذئب الأبيض هو الإيجابة وذئب الأسود هو السلبة أنا اليوم بدي غذي الذئب الأبيض وما بدي أقمع الذئب الأسود إذا بدي أخلص من الذئب الأسود إذا قمعته إذا أنا جيد قمعت الذئب الأسود ويمكننا أن نرى بطريقة معينة وغذي الذئب الأبيض. وأنا سأقوم بعمل هذا الخيار بكل لحظة وبوعي. حتى لو أذهب إلى هنا، أرجع إلى هنا وغذي هذا الذئب. ليصبح هذا الذئب هو الذي يطقى بحياتنا. طيب، كوتش زياد حمدان، بتوفقني الرأي أننا نحن أوقات نكون عايشين فراغ. بس بهذا الفراغ لم نستغله لنعرف حالنا. نحن دايما نطرح مشكلتنا ومنقول ما عم بعرف. بس ولا مرة قعدنا نص ساعة ساعة فكرنا نحن شو بنا؟ ليه عم نعملها الردة الفعل؟ هل ترى شي بيحرز ما بيحرز؟ ليه نحن بدنا نروح لهذه السلبية؟ وعارفين مسبقاً، عارفين سلف أنه ما رح نوصل لنتيجة. تستهلك منا يوم اثنين وثلاثة. بعدين منا لحالنا منروح لأن خلص يعني هي بتحس بتروح. فليما منستدرك الأمر؟ ما عنا هيدا الثقافة أو هيدا المعرفة. ودايما بدنا نلتجي لحدا عفواً لنحكي له وهو يسمعنا ونشوف ردة فعله على أساسها. يام نضلها يام ننزل له. ولا مرة منحكي مع حالنا على المراية لنحن نجاوب حالنا نحن نعمل هيدا الرجلاج. كيف نعمل هيدا الطريقة؟ لك فيه شغلتان لازم نحن نعملها لنقدر نوصل لهيدا النتيجة اللي أنت عم تقول عنها واللي هي كتير 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 مهمة. بس قبل خليلين لك ليه ما عم نعملها؟ ليه ما عم نعملها؟ لأنه ما حدا قبلنا. ما حدا علمنا. ما حدا. يعني اليوم أنا بيجي بتطلع على أولادي بالمدرسة. شو عم يتعلموا؟ ما حدا عم بقلن شو هن التولز والقصص اللي بيساعدون بالحياة بعدين لا يقدر يكونوا رجال ونساء واقفين إجريونا على الأرض. وعم يقدروا يطمحوا ويشتغلوا بس كمان إجريونا وقفين على الأرض. اليوم ما حدا بقلنا كيف نحن كلنا عم نتخبط وبعد عشرين وثلاثين واربعين سنة عم نقدر نوصل لأجوبة. بس نحن اليوم في طرق معينة وفي طرق معروفة ممكن الواحد تساعده أنه يوصل لهذا المحل. أنه خطورة الواحد يحكي لحدا تاني خاصة صديق يعني. كمان. ويش هو كتير حلو يعني أنه نكون عندنا أصدقاء وناس قريبة مننا نقدر نفتح لقلبنا شي كتير حلو. بس فيها خطورة صغيرة أنه اليوم منصير منفوت بأجنتة الشخص الآخر أو بطريقة الشخص الآخر. اللي هي يمكن ما بتتماشى مع طريقتنا. أو بالأحكام المسبقة وقت ما بيخلوك تكفي جملتك بيعملوها كات تجفل خلص برج على وراء بتسكت. ومش يعني هني غلط يعني بس هي هني من المخولين أنه يعطونا هذه النصايح أو هني من المخولين يعرفوا نحن من جوة كيف معمولين. يعني أصدقاء أصدقاء نحكيرهم بس مش على طول الأصدقاء هني اللي بيعطونا النصايح اللي لازم نسمعها. مين بيعطينا النصايح اللي لازم نسمعها؟ متل ما أنت قلت نحن أو المراية. يعني هون هون الطريقتين اللي لازم نتابعهم لنقدر نوصل لهذا الشيء. أول شيء الكونسيبت الأول هو الـ أنا كيف بدي أعرف أنا كيف عم بتعطي مع الأمور بحياتي. بدأ أطلع من جسمي وشوف حالي كيف عم بتصرف. كيف عم بتصرف بالسيركمستنس المختلفة. كيف عم بتصرف مع العالم كيف عم بتصرف مع حالي. شو هن الأفكار اللي عم تجي براسة. لأنه نحنا اليوم كل دقيقة في ألاف الأفكار عم تجي براسة. صحيح. هل هيد الأفكار كلها مضبوطة؟ أكيد نحن نعتبر أنه كلها مضبوطة. بس أنا أكد بيني وبينك أنه تسعة وتسعين بالمئة اللي عم تجي براسة هي أفكار. منا أنا. وأنا إذا بلشت أطلع من حالي لأطلع حالي بصير أنا بصير عم بتطلع هذه الأفكار بطل عم بعمل مع هذه الأفكار وهذا هون النقطة الثانية شو ما بفكر أو شو ما بحس أو شو ما بشوف ما بعتبره أنا أنا خارج عن كل هذه الأفكار وهون بقدر غير طريق التصرف فيني هون التغيير اللي حكينا عنه اليوم فيني هون أنا أخذ طريقة أو تصرف بطريقة مغايرة لكيف أنا بتصرف عادة هو يمكن إذا وصلنا لهيدا النتيجة نقدر نعيش بسلام منبطل نحكم على الآخرين منظل نعطيهم يعني نعمل لهم تبريرات منقول ما منحكم دغري بسرعة ما بتكون ردة فعلنا سريعة بتكون شوي أبطأ أروأ مدروسة أكتر لنطلق الحكم إيه بدأ وقت يعني هي فيه ستيبس لنوصل لهيدا هيدا الألتمت جول طبعنا بس هلأ كيف بدا تصير وقتها نبلش نعمل هيدا البروسس سيلف أبزرفيشن ونون ايدنتي فيكيشن أول شيء وقتها يصير معنا حادثة معينة منكون نحنا عم نعمل رياكشن بلا ما نشوف أنه نحنا عم نعمل رياكشن أول ستيب بالوعي هو أنه منبلش نشوف حالنا عم نعمل رياكشن بس منعملها رياكشن ما بدأ نوقف حالنا تاني تالت ستيب اللي هي الستيب اللي منحنا بدنا نطمح له هي قبل ما نعمل رياكشن منبلش نحس بجزء من الأمور عم تطلع لتصير رياكشن منوقف حالنا ونعمل غير شيء منغير الدايركشن طبعنا وهون منمشي مع منخلي اللي صار جويتنا ومنشوف شو بصير وتسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين بالمئة من المرات لح يصير متل ما أنت قلت لح ننسى الموضوع لح يروح الموضوع لأنه لح نكتشف أنه بهاي اللحظة نحنا كنا معتبرين وهذا الموضوع حياة أو موت وهذا الموضوع إذا ما صار أنا لح موت أو لح تنزل السماء على الأرض ونرجع من ليه أنه الحقيقة مكملة وكثير حلوة بس كوتش يعني أنا بحجع الأشخاص يعني يستعينوا بكوتش لأن قد ما كنا نحنا قوية نرجع منضعف نحنا دايما بحاجة لدعم أوقات يمكن ناخدهم من اللي حوالينا بطريقة غير مباشرة أوقات في ناس بيقصدوا يعطونا بس دايما بيضل عندك حذر لأن مثل ما قلت بمطرح من المطار هنا قد ما كان عندك صديق وفي مخلص ما فيك تكشف كل ورائك هيك الحياة تعلمتنا لأن ما بتعرف كيف الأيام تقلب بيصير يعني يقوص عليك بالنقاط الضعف اللي أنت بتبقى مخبرة لهيدا الشخص كرميل هيك أنه نستعين بحدا بنفس الوقت اليوم لما منكون عم نعمل هيدا التمارين إذا صح التعبير كيف فينا نحمي حالنا من الأنطراج تبعنا يعني هلأ الإجزامبل اللي عطيته كتير حلو أنه نروح على مفرق تاني بس إذا عم تعمل مشكل مع حدا رح يستفزك آه خفت جبان عم تتراجع بيرجع بجرك بوعي فيك الذئب الأسود الأسود لأن فيه بتلعب الكرامي الكبري اللي أنا عنا فمن نهينة لعبة تركيبة الإنسان والنفسية والكنترول أبدا من نهينة وعم نشوف أوقات يعني ناس ما عم تعمل الكنترول عم بيروح قطلع على سبب كتير بايخ وبسيط يعني الجواب بجوابان اللي حعطيك أول شي أنت قلت الإيجو هو اليوم الأكبر للتطور الإنسان هو الإيجو الإيجو طبعنا والإيجو ما أنه بس نيجاتف بس اليوم الطريقة اللي نحن عم نستعمل فيها الإيجو أصلا من وقت ما نخلق كل شي حوالينا عم بغزيلنا الإيجو عم نتطلع على التيفي عم نلاقي العالم اللي عم تنجح واللي عم بيصير معه هي اللي عنده إيجو الإنرجسية والإيجو اليوم هني بريزد بالمجتمعات نسيطرين نسيطرين ومنشجعهم ومنبسط ومنزقفهم برابا عليك بدنا أول شي نستوعب الإيجو طبعنا ونشوف الإيجو طبعنا يعني أنا مثلا الإيجرسيس اللي عم بعمله على حالي يصلي فترة هو اطلع على الإيجو طبعي وأنا لاحظت أنه وقت تسير عم بوعى على الإيجو طبعي بيخف الإيجو طبعي وقت يخف الإيجو طبعي شو ما عامل الشخص الآخر أنا ملاح رد عليه ما رح يستفز ما رح يستفز هاي دي أول نقطة فينا نحكي فيها تاني نقطة هي اليوم نحنا في عنا خيارين بالحياة يام نمشي بالأجندة طبعيتنا إذا كان عنا هدف لازم يكون عنا هدف الهدف طبعي مثلا أنا ما عامل وضلني محافظ على وما أستفز هيدا هدفي إذا أنا نسيت هدفي بصير ضحية أو بصير عم بشتغل لأهداف الشخص الآخر اللي بده يستفزني صح وهو ينجح وروح أنا بالهدف طبعه اللي هو الاستفزاز سو أنا بدي ضلني محافظ على أهداف عارف شو هي أهداف محدد أهداف وتارك أهداف براسك لأنه معك حق لحيستفزنا الصديق لحيستفزنا الحياة لحيستفزنا الظروف مرات ونحن لازم نضلنا محافظين على تابعنا طيب كوتش زيادة حمدان قلت قبل شفاية بحديثك أنه ما علمونا يعني إحنا أخدناهم هيك أوقات يمكن بالفطرة من أهلنا من شوف الناس كيف بيتعيش مع بعضها كيف بيتعاطوا مع بعضهم أوقات الأهل بيساهموا بطريقة غير مباشرة بالإسع يعني يعني بعلمونا نكذب بعد شوية بعيطوا علينا وبيضربونا لاعم نكذب مثلا إذا حدث ألفا إذا أنا كذبت بكل قتلي يا إختي ما أنت قلتلي أو أنت قلتلي ما علمونا خليني بس هيك استشهد بشغل إن كتير أثرت فيه كتير حبيتها ابن خي بفلوريدا بمدرسة كاتوليكية هلأ أمر بين 13 14 من عمر 11 11 سنة كل سنة يعني بيعملون نعم الأكتيفيت مع المدرسة يعني وأوقات الأهل بيطلبوا من كل شاب يختار صبية يخدها يظهرها على بارتي على نايت كلاب يعلموا كيف الإتيكات أو كيف الطريقة يروحوا يعملوا انتريفيو لجاب يعني يطلبوا منهم يعني مهن يجربوها بتكون مش تارجد تبعهم أداها إذا شي مهم وبيساعد على بناء الشخصية حتى نحن عن جد لما منظهر من المدرسة أو من الجامعة نكون محصنين لما منفوت للحياة الاجتماعية والعملية والعاطفية والزوجية واللي بدك أكيد كتير كتير مهم لأنه اليوم في شغلتين أول شي في اليوم نحن بمجتمع التابو كمان يعني ما منحكي عن الموضوع نعم مثل الأوتريش منحط راسنا بالأرض ونفكر أنه هذا الموضوع ما حدا لح يعرفه لا أنا مع أنه ينحكى بالمواضيع إن كانت المواضيع العلاقات مع الجنس الآخر إن كانت الأشغال اليوم في كتير خلل وفي كتير نقص بالتوجيه طبع التلميذ لأنه شو بدوا يعمل بحياته يعني اليوم عندك في لبنان إذا أنت شاطر بدك تعمل حكيم أو مهندس أو محامي يعني في عندك هذه النظرات والأهل كمان والمجتمع بيعطينا إياها سوأنا مع أنه ينحكى بالمواضيع بس بيوند ذات كمان أنا مع أنه بالمدارس يكون فيه نسيونات عن الإموشن الإنتليجنس يعني نعرف نحنا نتعامل مع الإموشن نستبعولنا عن المايندفلنس نعرف كيف نحنا بدنا مثلا نروق رأسنا أو نعمل ميديتيشن أو هذا خبرك قصة أنا أعلم بالجامعة هنا في لبنان هذه كمرة يعني واليوم عم أول مرة أعلم صف صغار 19 سنة 35 1 19 سنة يعني بتصور هذا أصعب شغل عملت بحياتي مع أنه أنا عامل كتير قصة صعبة بحياتي لأنه عندهم التليفون والكمبيوتر وعم يحكم مع بعض وعم يلعب وعم يظهر ويفوت على الصف وعادي يعني ما في ضبط يعني للموضوع وصلت لمرحلة أنه يعني وجعني صوت وأنا كتير لذيذ يعني كأستاذ فآخر شي قلت لهم حاملكم ميديتيشن حاملت لهم خمسة دقائق ميديتيشن تعرف أنه من بعض الصف كان رائي إلى درجة أني اضطررت أعطيهم بريك لأنه رائي طب لماذا منعطي ميديتيشن للتلميذ من عمر صغير لكمان يقدر يتعاملوا مع الأنرجي اللي عنده نها طبعا طبعا فتصور أنا في كتير قصص فينا نفوتها بالبيت وبالمدرسة وبالجامعة لنقدر نحصن هالأجيال الجاية واللي هي أسكى مننا بايدو وي بهذه الماترز مية بيني اكتر مننا لا يقدر نوصل لمجتمعات تكون إن شاء الله اكتر مننا إن شاء الله يا رب بتعيدها أكيد شو هي معي أه بتعيدها إن شاء الله بإمتحان معك لأن يعني طبعا أوقات هيك حسب أيامنا الضيف بيتعود على وبيحس إنه بي هيك بركي فيشي مغير بس مثل ما قالنا حلو التغيير كسرنا هيدا الشي لك فيها هيبة أول مرة بس أكيد حلو التغيير وإن شاء الله الأيام جاي والمرات الجاي أكتر وأكتر أوكي بلانش وصحر وما يقعدوا على جانب خلص أخذتم ماجدكم مع الكوتش أوكي طيب كوتش زياد حمدان شكرا لحضورك معنا استمتعت كتير باللقاء شايري والمشاهدين بتمنى عليكم ما تستخفوا بهالكلام لأنهم بسمعوا كتير هلأ بطلع إنه أي شاطرين كيف بدي يغزل عقل الباطن يا جماعة والله في تكنيك معين في ناس عم تعمل هيدا الاختصاص لأن العلم موجود بيساعدكم بتشوفوا الحياة أحلى أوقات ما علي هي بدي أخذ بين هللين إذا منعرف نعيش وجعنا مطلق وجع مرض خسارة موت فقدين خسارة ميلية لبدك يا يا منطلع منه مكسرين أو منطلع من لملم حالنا وإذا لم نمنا حالنا أكيد نحن مشينا على طريق الصح إذا مكسرين الله ما بيقيمنا سبحان الله غير الله ما بيقيمنا حتى ما كونك كأني عم جدف بس الوجع أهم شيء بالأكسليريشن طبع النولج والعلم وأنا لح كمان لح استفز بعض الأشخاص أنه بتمنى لكل واحد يتوجع ليقدر يرقي حاله للمستوى اللي هو إجعى هذه الحياة ليعيشه مية بالمية مرسي كوتش مرسي لك سهلا فيك مشاهدينا برايكم منتابع مع سحر وضيفته موسيقى 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 اشتركوا في القناة